عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اجتماعاً افتراضياً مع نائبي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمرويس فايولي وجيلز ويمينة وذلك لبحث التعاون المشترك في إطار استعدادات مصر المكثفة لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية كاب 27 شهد هذا الاجتماع بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية والتعاون كاب 27 مع البنك في هذا الصدد لسيما في ظل إعلان خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبي 2021-2025